تابع وزير الإسكان عاصم الجزهر الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية بمشروع مرات روضة العبور إسكان بديل المناطق غير الآمنة والجاري تنفيذها بحي السلام ثاني التي يشرف على تنفيذها جهاز تنمية مدينة العبور وشدد وزير الإسكان على الاهتمام بجودة الأعمال والمواصفات الفنية للمشروع مع مراعاة تنفيذ المشروعات الخدمية بالتزامن مع تنفيذ العمارات السكنية والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع وتكثيف العمالة للانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت وأوضح أنه تم إنشاء وتنفيذ 63 عمارة بعدد وحدات ألف وحدة سكنية ومائتين وعشرين وحدة إدارية ومائتين وحدة تجارية كاملة التشطيب والمرافق ترجمة نانسي قنقر